السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم اللهم صدي وسلم وبركة سيدنا محمد وآله وصحبه أدباه وسلم الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا اللهم اللي سهل اللي مجعلته سهل وإنك لو شايته اللي جعلته الصعب سهل زمين مصل القبط يا جماعة اللي عبارة عن حاجز ربنا عامله ما بين السوركس فوق والأبد من تحت الحاجز دي يا جماعة اللي اسمه الدافرام الدافرام دي طالع نزل عبارة عن قبة بيتقال عليه دوم شيد دوم يعني قبة وحاجز طبعا يعني بارتشن ده ماسكولار بارتشن عامل زي القبة هي بيفصل ما بين السوركس فوق والأبد من تحت حيث نوعه بقى عامل زي القبة يبقى ليه أبر كونبيكس سيرفز ومن تحت فيه لور كونكيف سيرفز واخدين بالكو في الرسم اللي نحططها دي النحية اليمين من دي افرام في نفس علو النحية الشمال طبعا حتلاقي النحية اليمين من الدافرام بتكون أعلى القمة دي اللي على يمين على فكرة بيتقال عليها كوبيولا رايت كوبيولا والقبة اللي على الشمال دي يعني القمة اللي على الشمال دي اسمها ليفت كوبيولا الرايت كوبيولا اف زي افرام دهيا دي أعلى من الليفت كوبيولا لأن تحتينا هنا هون جماعة نحية اليمين بقى في اللوب الجبار ده هو دي الريليشن بقى بتاعت الدافرام وتحت القبة اليمين دهيا في الرايت لوبو فليفر الرايت لوبو فليفر دون بيرفعلك الناحية اليمين أكتر من الناحية الشمال لأن الرايت لوب اكبر بكتير قوي من الليفت لوبو فليفر فالرايت كوبيولا دي أعلى عشان الرايت لوبو فليفر تحتيه بيني وبينيك الدافرام دون طلع نزل ما هو إلا إيه عضلة وهاتفقنا أي عضلة عشان عرفها لازم عرف والإنسيرشن والأكشن والنير هو سبلاي الأرجن بتاع الدافرام هو ده جماعة كده القبة بتاعتنا اللي هو الدافرام الأرجن بتاعه ده البيز اللي تحت ده واخد أرجن داير داير من قدام لورا بص بقى كده أولا من قدام طالع بستيرن الأرجن من الباك أوفززفويد بروسس جان عرفيني زفويد بروسس دي حتة من الستيرنم باي بدا اسمه ستيرن الأرجن طالع من الباك أوفززفويد بروسس وبعدين نكمل بنطلع من الـ esses بنطلع من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ pent كولم واللي حواليه. فبيتقال عليه فيرتبرا الارجين. ايه البرتبرا الارجين ده هون? رسمة احلى البرتبرا الارجين الرسمة دي. اللي فاتت دي احلى. نبصل له يا جماعة بيطلع الارجين من المنطقة بتاعة الفرتبري. بتو كرورة. وفايف اركو تليجنانس. طبعا تو كرورة دي جامعة كراس. كراس يعني حبل. فشايف هنا الافرامة هو طالع بحاجة عاملة زي الحبل ده الابيض ده. اسمها رايت كراس. واخده ارجين من الابر سري لامبر فيرتبري. هل يترى الليفت كراس بنفس الطول? لا. الليفت كراس اقصر. بتكون طالع بس من الابر طوب لامبر فيرتبري. فالرايت كراس من ثلاثة فيرتبري. لكن الليفت كراس طالع من اتنين فيرتبري بس. لامبر فيرتبري. دول التو كرورة. حبلين يعني. فعلي كوان بقى طالعين من الخمس ارشاد دول. في حاجات بيضة كده هو. عشان حاجات بيضة يعني اهبارة عن تندونس. فيبرستيشو. فبيتقال عليها ليجمنت. والليجمنت دولنا عشان عمدين ارشاد. ارشاد كده هو يعني اركويت. احنا عندنا خمسة اركويت ليجمنت طالع منا. اول اركويت ليجمنت واحد في النص بالزبط. في باسمه ميديان اركويت ليجمنت. والميديان اركويت ليجمنت دولنا يا جماعة بيكون ما بين الرايت كراس والليفت كراس. والميديان اركويت ليجمنت دولنا بالمناسبة باعدي وراه الارتري العظيم دول. الاورطة. نباصل لاقي في عندنا بقى ليجمنت طالع من الكراس. ماشي لحد. الليجمنت دولنا عشان ناحية الميدل لاين يبقى اسمه ميديال اركويت ليجمنت. هو ميديا اللي بقى بمقارناته اللي باعديه دول. من لحد في عندك الكيرفد ليجمنت دول. اللي اسمه ملاترال اركويت ليجمنت. كده اكتمال بقى الخامسة اركويت ليجمنت. ميديان واحد في النص. يمين وشمال في ميديال اركويت ليجمنت. ويمين وشمال في لاترال اركويت ليجمنت. الدافران بتاعنا ده هون بقى رايح انسيرتت فين. كل الاورجين اللي انا بقوله ده من قدام بالاستيرنم ومن الكوستر كارت الجعليين والشمال. ومن الدافران من وره من الورجين. كل الفايبر زي رايحة. عشان تبقى انسيرتت في التندون اللي في النص اللي بيتدون. طبعا حيث النص يبقى اسمه central tendon of the diaphragm. central tendon of the diaphragm. يا ترى ايه النيرف سابلاي بتاع الده يا فرام. النيرف ده او. النيرف ده اللي بقى اللي داخل اهو يغزي الده يا فرام اللي اسمه رايت وليفت في رينك نيرفز. ده منظر حلو قوي بقى كده الراجع عليه الده يا فرام. الورجين هو ستيرن الورجين من قدام. كوستال اورجين يمين وشمال من الكوستال كارترج. لور سيكس كوستال كارترج. وبعدين بقى في رايت كراس. وليفت كراس. وخمسة ميديا اللي ماشي وراها الاورطة. ميديا الاركوت لجمنت. ولاترال اركوت لجمنت. وده النيرف هو اللي خارب الده يا فرام وبيغزيه اللي اسمه الفرينك نيرفز. ايه الريليشنز بتاع الده يا فرام? مهمة او الريليشن بتاع الده يا فرام. هتفقد حاجز. الده يا فرام ده عندما بين السوركس والابدومن. فده يا جماعة بقى الده يا فرام اهو. تحتي. موجودة في الابدومن. ثلاث حاجات. ليبر. استومك. وبالذات الحتة اللي فوق دي اسمع فاندس افزا استومك. وشمال الاستومك نهوا. بيكون فيه السبين. ما هي السبين في الرسمة دي حلو قوي. هدي الريت. وهدي الليفت لوبوف ليبر. تحت الده يا فرام. ده الاستومك بالذات الفاندس. واللي شمالنا ده سبين. ماشي. طب فوق بقى الده يا فرام فيه ايه? نقسمها. في النص وعي الجنات. طبعا في النص مين الحلو ده. طبعا ده الهارت. اللي متحوط بغشاء اسمه البريكارديان. طب مين ده اللي على يمينك وشمالك اكيد رايت وليفت لانج. متحوطين هم كمان بكيس نايلون اسمه بلورة. يا ترى الدافرام يا جماعة ده مزدود تماما. طبعا استحالة يكون مزدود تماما. ليه بقى استحالة يكون مزدود تماما. لان فيه استراكشارز حيوية جدا لازم تعدي من السوركس للأبدوم. او من الأبدومين للسوركس. زي مين مثلا شريان الحياة ده. اللي ماشي في السوركس ولازم ينزل على الابدومين. ده كان في السوركس اسمه سوراسك اورطة. وينازل خارم الدافرام. فحاجة اسمها الاورتك اوبنينج انزا دافرام. واولا ما عدي في الاورتك اوبنينج يبقى دخل في الابدومين. يبقى اسمه ابدومينال اورطة. يا ترى ده فراجماتيك اوبنينج دي مكانها فين. زي ما انت شايفين دي في الميدل لاين بالملي. ليه? لانها بيهايند الميديان اركويت ليجمنت. والميديان ده يعنيه في النص بالزبط. وفي الميدل لاين في الميديان اركويت ليجمنت. عند الليبل اوف تي اتناشر فرتبرا. ايه اللي معدي في الاورتك اوبنينج انزا دافرام? ثلاث حاجات اهم واحد فيهم طبعا الاورتك. وده بيكون على ناحق الشمال. يمينه في حاجتين. الحاجتين دول. داكت. اكبر لنف داكت في الجسم. اكبر لنف داكت في الجسم يا جماعة اللي اسمه سوراسيك داكت. اللي يمينه في واحد كمان. فين. فين هوا يا جماعة. فين هناخده برضو في الشيست وال. اسمه ازايجوس فين. فهنا معدي الازايجوس سوراسيك داكت. والشمال الخالص دا الابدومينال اورتك. فوقيك باثنين فرتبري. دا كانت الاورتك عند الليفل افتي 12. اطلع فوقيك اتنين فرتبري. يعني عند الليفل افتي 10. ايه رأيكم في الميدل لاين ولا? طبعا دا وان انش توزا ليفتا سايد اوف زا ميدل لاين. الحاجة الغريبة انه هو وان انش توزا ليفتا سايد اوف زا ميدل لاين بس. معدي في الفايبرز بتاعة الرايد كراسوف زادا فرام. الوعين هي من او الرايد كراسوف زادا فرام. الفايبرز دي بتروح تلف حوالي الاوسوفيجاس وتروح وراجعة ثاني اشان تعملك الاوسوفيجية الابنينج انزي دا افرا دي اللي معدي فيها الأوسوفيجاس ومعاها تو نيرفز اسمهم التوفي جاي دي يا جماعة بتكون عند الليبل في الرايد كراس كلهم هتقوليها دكتور ليه يعني ربنا عاملها عميحة الشمال وهي موجودة في الفايبرز بتاعت الرايد كراس شايفين الفايبرز تاعت الرايد كراس دي ماشية من اليمين للشمال مخصوص تحوط الأوسوفيجاس وترجع تاني عشان الدافرام طول النهار وهو بيعمل يفعص الأوسوفيجاس ويعملوا كومبريشن ويقفلوا طول النهار الأوسوفيجاس ما بيتفتحش يعدي فيه الأكل برساعد بس البلع طبعا الأوسوفيجاس لو ما فيهش الحركة دي ومفتوح طول النهار كل ما تنام هتلاقي الـ الحب هو ضل في المعدة أول ما تنام تروح راجع لك في الأوسوفيجاس وتحرق لك الأوسوفيجاس وتعمل لك مشاكل كبيرة أو في الأوسوفيجاس طبعا دمارة فزيع اسمه ريفلاكس أوسوفيجاس لو حصل الدافرام ده وان لو بقى في الأولد إيج هو في الناس اللي خليفت كتير بيكون ضعف والحركة دي إن الفايبرز بتاعت دايما عملك كومبريشا على الأوسوفيجاس وقف لها بطبوز فالـ بيرجع في الأوسوفيجاس تجيب لك حاجة اسمها ريفلاكس أوسوفيجاس اطلع اتنين فيرتبرة كمان نطلع اتنين فيرتبرة كمان احنا كنا وصلنا لـ T10 الوسوفيجية الأوبني اطلع اتنين فيرتبرة تلاقي معادي بقى الأخ الأزرق ده من تحت الفوق من الأبدومن للسوركس ده أكبر فين في الجسم اللي شايل فيناس ريتيرن أوفزا لور هفوفزا بادي اللي اسمه انفيريور فيناكيفا معادي في خرم اسمه انفيريور فيناكيفا الأوبنينج قولين رأيكم كده الشمال ولا يمين ده وان انش to the left side sorry to the right side of the middle line بيكون عند level of T8 يعني انت عندك بقى الميجور أوبنينج المين أوبنينج زي لفهم ثلاثة أورتك أوبنينج ده في الميدل لين عند الليفل of T12 بيهيند الميدين أركويت لجمات الأسوفيجية الأوبنينج one inch to the left side of the middle line في الفايبرز بتاعة الright cross of the diaphragm one inch to the left side عند the level of T 10 12 10 وراها نمرة تمانية عند the level of T8 one inch to the right side of the middle line الانفيروفيناكيبا الأوبنينج اللي معدي فيها lymph vessels مع الانفيروفيناكيبا والريت فرينيك نيرف شايفينه الريت فرينيك نيرف اهو معدي جنب الانفيروفيناكيبا روفيناكيبا الأوبنينج يطالب ايه الاكشن بتاع الدافرام طبعا ده قبل ما نتكلم ده المين مصل off respiration الcontraction بتاع الدافرام بيروح نازل بالدافرام لتحت فكل الديامترز بتاعة السوركس بتزيد بزياد الديامتر من فوق لتحت المسافة من فوق لتحت فدوان يزود النيجيتف بلورال بريشر فالنيجيتف بلورال بريشر دوان بيروح شادد على الانج عمل لها انفليشن تتنفح تروح شافطة هوا من فوق ويحصل لك الانس بايريشن والعكس بتطلع الدافرام لفوق اما يطلع الدافرام لفوق هيضغط على الانج الانج ده ينطروح مقضية الهوا اللي فيها ويحصل الاكش بايريشن في نفس اللحظة اللي الدافرام بينزل فيها لتحت وبيحصل نيجيتف بريشر فوق في البلورا وفي السوركس الابدومن البريشر اللي تحتيك حصله ايه؟ زد امتى ساعتك بتحب تزود الانترا ابدومن بريشر اما تيجي تطرد حاجة من جسمك زي واحدة ست بتطرد عيل اثناء الليبر او انت بتطرد براز او انت بتطرد بول اثناء المكتوريشن او حتى انت بتطرد بلغم اثناء الكحة الدافرام بينزل جامد وبيزود الابدومن البريشر ويبدأ جماعة الدافرام thank you for good listening and good luck